دي الكلمة المسجلة اللي اطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج الوزيرة الحقيقة النشيطة صاحبة الوجه البشوش طول الوقت لابناء المصريين في الخارج ليقولوا كلمتهم بعد ساعات قليلة جدا جدا ربما بعد ثلاث ساعات مثلا في بعض دول العالم ستنطلق الجولة الانتخابية الرئاسية تعرفين عليكم عشان فرق التوقيت هو رسميا الانتخابات المصريين في الخارج يوم 16 اللي هو بكرة بس بسبب فرق التوقيت في بعض الدول زي نيوزيلندا وروسيا وبعض الدول يمكن في شرق الاقصى كمان هتبدأ في الساعات الاولى من صباح اليوم يمكن على الساعة 11 ونص 12 تبدأ البعثات الدبلوماسية اللي السفيرة نبيلة مكرم قلت لنا ان عددهم 139 بعثة مصرية في كل دول العالم لتلقي ملايين التصويت من ابناء المصريين في الخارج او من المصريين في الخارج اللي انا متأكد الحقيقة انهم لا يقلوا انتماء ووطنية عننا وانهم بالعكس في بعضهم يفوق لنظرا للشوق والغربة والفراء عن بلدهم فبيدوروا على ربع فرصة يقولوا فيها ان احنا بنحب مصر ويقولوا فيها تحيا مصر فانا متأكد من اقبال المصريين بالملايين في الخارج على هذه الانتخابات من اجل مصر اولا وثانيا وثالثا دي كانت كلمة السفيرة نبيلة مكرم المفتي مفتي الديارة المصرية الدكتور شوق علام كان له ايضا كلمة يحث فيها المصريين سواء في الداخل او في الخارج على الذهاب الى صندوق الاختخاب باعتباره باعتباره واجبا وطنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اما بعد فشعب مصر الابي العظيم اتوجه اليكم باعتبار واحدا منكم مواطنا مصريا يحب مصر وشعبها ويهتم بامرها ويأمل في تقدمها ويطمح الى ازدهارها ورقيها شأن كل مواطن حر شريف ينتمي لهذا الوطن العظيم لقد مرت بلادنا منذ سنوات بأحداث جسام تنوعت بين الخطورة والأهمية واستطاعت الأمة المصرية بفضل الله عز وجل ثم بفضل تماسك شعبها وتكاتفه بكل طوائفه أن تجتازم خاطر جمة وأحداث جساما وأن تحقق بفضل الله عز وجل وصمود هذا الشعب النهضة الواعدة وانطلقت المسيرة المباركة نحو البناء والتعمير والإنتاج وفي الوقت نفسه خاضت مصر معركة تحرير العقل والوعي بالقضاء على منابع الإرهاب وروافل التطرف على أرض سيناء الطاهرة في ملحمة أبهرت العالم كله استردت مصر بها أمنها واستقرارها والآن تدخل بلادنا مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتطلب منا الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار